تتواصل الاستعدادات في مدينة جينيف لسويسرية لإطلاق الجولة الرابعة من المحادثات حول الأزمة في سوريا وقبل ساعات على انطلاق الاجتماع أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن أي محاولات للخداع في المحادثات السورية في جينيف هي خدمة لمصالح أولئك الذين لا يريدون رؤية السلام في سوريا أي محاولات للخداع في مجال ما بهدف تحقيق مصالح من لا يرق لهم السلام في سوريا ووحدتها ستؤثر سلبا على العملية السياسية فيما يخص استقرارها ونتائجها وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا قد شهدت منتصف الشهر الجاري انعقاد جولة جديدة من المحادثات بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية حيث أكد الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية أن الأمر المهم هو وقف الأعمال القتالية ومكافحة الإرهاب وتوقفت الجولة الأخيرة من محادثات جينيف في السابع والعشرين من نيسان الماضي دون تحقيق أي نتائج تذكر واقتصرت على اللقاءات بين وفد الجمهورية العربية السورية وديمستورة بسبب سلبية وفد معارضة الرياض وارتباطه بأجندات خارجية جعلته يضيع الوقت في الفنادق بدل الانخراط الجدي في المحادثات